إذن مشاهدين نقلنا لحضراتكم وقائع المؤتمر الصحفي بين وزير الخارجية ونظيرها الشيكي حيث أكد وزير الخارجية سامح شكري تواصل العمل مع دولة الشيك حول مختلف القضايا مؤكدا أن مصر والشيك لديهما روابط تجارية قوية وخلال المؤتمر الصحفي المشترك أعرب وزير الخارجية الشيكي جاكوب كولهانك عن تطلع بلاده لعودة السياحة إلى مصر مقدرا ما قامت به السلطات المصرية لضمان سلامة وأمن السياح هذا المؤتمر الصحفي جاء في أعقاب لقاء وزير الخارجية نظيره الشيكي والذي يزور القاهرة حاليا للمشاركة في فعليات منتدى الأعمال المصرية الشيكي المشترك وبحث شكري مع نظيره الشيكي في لقائهما سبل دعم الاستثمار وتعزيز فرص التجارة والاستثمار المشتركة بين حكومتي فراغ والقاهرة وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك والموضوعات بين البلدين الصديقين